موسيقى يوم الأثنين القادم بإذن الله تبدي اختبارات الثانوية العامة وثانوية عبدالله الأحمد ما شاء الله عليهم أطلقوا قناة على اليوتيوب طبعا لمساعدة الطلبة والطالبات على الدراسة والاستفادة ومساعدتهم بكل صغيرة وكبيرة وهذا مجانا ومتاح للجميع طبعا على يد معلمين ومعلمات أكفاء موسيقى موسيقى جاهزين شباب جاهزين شباب أنا جاهز لينا لا تنسون تسوين سبتقرائب القناة وانا جاهز لا تنسون تسوين سبتقرائب القناة إذا أنت في المرحلة الثانوية أو أندك أحد في المرحلة الثانوية خلوكم معانا في برنامج جاهز من قناة ثانوية عبدالله الأحمد سنتوقع لكم أهم الأسئلة التي ستأتي في اختبارات في فصل الدراسي الأول تابعونا حول هذا الموضوع يسعدني أرحب بضيوفي في الستيديو الأستاذ يوسف بوسكندر مدير ثانوية عبدالله الأحمد الصباح والأستاذ هيام أحمد ملك هي رئيسة قسم الفيزياء والكيمياء بثانوية الأسراء والأستاذ وليد الشمري معلم كيمياء بثانوية عبدالله الأحمد الصباح مساكم الله الخير مساكم الله الخير كل الشكر على الجهد الجميل كان زين ذاك الوقت نحن كان عندنا شيء ما أكو دروس خصوصية نغذي عليها إن شاء الله هذا هو أتوقع أستاذ أن هذا الهدف من القناة يوتيوب التي سويتها التعليمية أنكم تقضون على ظاهرات الدروس الخصوصية بدايتنا أستاذ محمد نتقدم لك بالشكر والتغذير على صدافتنا الليلة هذه ويمكن هذه الليلة هذيات في موعد جدا غريب وحاسم من الامتحانات باشا إن شاء الله تبدأ الامتحانات نتمنى لابنائنا الطلبة والطالبات التوفيق والسدار إن شاء الله والنجاح وأداء اختباراتهم بسهولة ويسر طبعا مثل ما أنتعارف برنامج جاهز بدأ من فكرة بسيطة بدأت العام الماضي فصل الدراسة الثاني أنتم اللي بدأتوا فيها نحن اللي بدأنا فيها أبدالله لحبك مثل ما تعارف أخي محمد يعني كل المدارس جميع المدارس في الكويت تسعى ل تطوير طلابها تنميتهم متابعتهم في عملية الاختبارات وكل من يعني أدل بدل وأسعى بالطريق بالأسلوب بالأسلوب اللي هو شاف صحيح نحن العام الماضي جاتنا هالفكرة لكن جاتنا في أول شيء في وقت ضيق ما قدرنا يعني منعدلها جهدنا لنا بدأنا بإمكانيات جدا بسيطة نعم التصوير على الموبايل نعم الاختيار للمعلمين بس من محيط داخل مدرساتنا تغير أنا شفت شيء حلو نعم بالتغرير نعم الحمد لله رب العالمين لما بدأنا ننبث تفاجأنا على الستريم كنا وليد نبث لايفستريم أو شيء أول يوم 25 ألف 23 ألف هذا أكثر من طلبتكم أكثر من طلبتنا نعم فأنت وأيضا يعني الصوت صدت تصوير كاميرا التلفون كان يتون عندنا مباقصون الشباب يعني كان هو مجهور هو اجتهاد تطوعي أولا تطوعي من قبل إدارة المدرسة والمعلمين اللي فيها أنا أستاذ رح أرجع لكم كمّل بس خنشوف الأساتذة هني أستاذ وليد شون كانت التجربة يعني وأنت متطوع في هذا أول شيء يمسي عليكم بالخير وعلى مشاهديننا وشكركم على الاستضافة الطيبة بصراحة التجربة كانت جدا ناجحة ولقينا أنفسنا فيها خصوصا أن التجربة انطلقت من مبدأ إيديت وهو مبدأ ملف جدا حساس في وزارة التربية تغريبا من خمس سنوات وهو لعب الطالب للدور المحوري في العملية التربوية صح يعني نحن اليوم نخلي الطالب وهو محور التعليم نحن مجرد موجهين والله هذا الهدف عشان نحن خلينا برنامج ليس عبارة عن شرح دروس لا نحن خليناها مراجعات ربط دروس في بعضها بالتالي كل الهدف كان عندنا نحن نكون مجرد مرشدين نخلي الطالب يبحث ويستنبط فيها لو يتقيس التعليم تعليم الأول عالميا هو في فنلندا شنو السبب بسبب ملف البورتوفوليو اللي هو ملف الإنجاز إننا أنا قيم الطالب مش بس على درجته في الامتحان لا أنا قيم على مجهودة على مهارات على كذا فأنا بنفس الوقت يعني أعلم الطالب بنفس الوقت يعني نمي مهارات عنده شون يعتمد على نفسه شون يستنبط معلومة شون يستنتج شون يعزز مرحلة حتى القياس لما تطلع كويتي تحتها كويتي ويكون شيء قريب جدا بالضبط محمد أنا بس أريد أن أعطم بس أنا بشوف في الأستاذة أستاذة هي عشان نمسي عليها بعد ما يصير قاعدة نمسي عليها ورئيسة قسم الكيميا والفيزياء أصعب ماندتين فالله يعينك بالشرح يطول وياجب بالقناة اليوتيوب لا والله كان الشرح بسيط سهل سلس تطرقنا حق مقرر الفيزياء للصف العاشر المراجعة قطت مقرر الفيزياء للصف العاشر وإن شاء الله تكون أسئلة الاختبار من أسئلة المراجعة التي قطيناها ممتاز يعني الآن الذي شاف الذي قدمته ستكون الأسئلة من التي قلت بإذن الرحمن تكون الأسئلة من أسئلة المراجعة التي قطيناها ممتاز هذا شيء سهل تعالى حالا يقول الطالب في هذه الفترة ماهما يحتاج سيد محمد يحتاج أن يعرف يدخل الامتحان يعني عنده معلومات التي تعطيه مفاتيح بالامتحان لذلك هذا كان الهدف من عمل هذا البرنامج ممتاز نحن نعطيه الملخص المواضيع المهمة التي درسها الطالب خلال الفترة 16 أسبوع هذه من الفترة الدراسية لخصنا وجبنا الشيء الأهم من هذا جبنا معلمين متمكنين ما شاء الله ومتطوعين ومتطوعين أعطيكم لا فيه سعوا أن يوصلون المعلومة بكل سهولة ويسر أيضا نحن نحاول نتابع عملية ردة الفعل الطلاب أولي الأمور أنا اليوم فرحني ساعة أنا قاعد أتكلم عن الإخوان اليوم عدد المشاهدين الآن وصل بحدود 149 ألف مشاهد 677 سبسكرايبر ممتاز معنات أنتو خذيتو غطيتو أنا أقول لك هذا مغطينا هذا دليل أنت عدد طلاب الثنوي يؤديون اختباراتهم 112 ألف ونحن اليوم 150 ألف قول مشاهد يعني هذا أنت تتوقع ولي أمر فتح ممتاز على الموقع الطالب فتح المعلم فتح الجماعة يعني كل شخص مسؤول عن الطالب فيها مرحلة من الطالب إلى ولي الأمر إلى المعلم كلهم دخلوا إلى هذا البرنامج هذا وهذا كان هدفنا نحن نجذب هذا الطلاب إلى أدرس في البداية أدرس لا تعتمد على طبعا هو يكون شيء مساعد جاهز نفسك ودراسة وهذا تعطيك الملخص التي تدخل عليه تابعة أكثر من مرة أما أنا متأكد ورهن عليها ستأتي أسئلة من التي شرحوها أخواني المعلمين والمعلمات ممتاز قبل أن أطلع فاصل أستاذ وليدة الآن متى تسويها الفترة التي تسجل فيها القناة هذه تستمر تقريبا من شهرين أو ثلاث شهور قبل الإختبارات طوال الفصل ونشتغل وقت الإختبارات أو ممكن تكون بشكل توي لا حاليا وقت الإختبارات لكن ممكن أن نطور منها المشروع خصوصا أننا نحن عدة مشاكل عندك المشكلة الأولى مثلا استمرارية الطالب في عملية التحصيل العلمي في بعض الطلب وممكن يواجهون عدة مشاكل مثلا الفصل دائما الطالب في السن مراقي يشعر في مظلومية في الغرارات دائما أنه مظلوم في مرحلة الدراسة يقول لك الدرس هذا لم أحضرت كنت مفصول لم أدرس اليوم أنا أوفر لك الأداة التي لديك في البيت عوضت مجهود كبير تبذلونه هو مجهود وزارة التربية وإن شاء الله هذا يعمل تطوعي لكن يعمم على كل الكويت فاصل وردين معكم مستمرين معكم وموضوعنا جدا جميل مجموعة متطوعة لكن كلهم أساتذة وعلى كفاءة عالية قناة في اليوتيوب موجودة لكل الطلبة التي الثانوية العام يقدرون يدشون ويستفيدون والحين أسأل الأستاذة هيام أسألت سؤال لكن سألت سؤال صعب الصراحة ما رح نقل سألت سؤال سألت تقولون كل سأل صعبة لا منقش بلحين بدور سؤال صعب لا طوال شرويات حبيت أعرف هل بتكملين التجربة هذه ولا تحسين خلاص قديتي دورتش بإذن الرحمن رح أكمل وياهم برنامج نجاهز وانا جاهزة معاهم بأي وقت يبوني فيه ممتاز وتشجعين أيضا المعلمات لأن مثل هذا البرنامج الكبير يحتاج أيضا معلمات ومتطوعات وكفاءة الديرة تستاهل وعيالنا يستاهلون وشجع كل واحد أنها تخوض التجربة تجربة حلوة تتعرف على ناس تتعرف على كفاءات خوات وإخوان فتجربة تطلع منها فائدة كبيرة نعم أكيد وهي فائدة مجتمعية يعني الكل يتكلم ويتغنى بحب الكويت ونبي التعليم انطور نبي انطور هذه تعتبر وسيلة أننا لازم يندفع لنا شيء عساس يعني نخدم لكويت لا أنتم جهود كبير يعني أنتم إخراج ومنتاج وعندة وجهود ذاتية والحمد لله نجحنا فيها أنا بس أحب أقولك يعني بعد النجاح الكبير صراحة نعم نحن الآن حققنا هدف الأول اللي هو نحن يعني خلينا أولياء الأمور والطلاب والجميع يتابعنا ويشجع لحن ولده شوف القناة نصرنا اليوم 150 ألف ممتاز رغم كبير إن شاء الله باتشر بإذن الله أن يكون عندنا نحقق الهدف الثاني اللي هو أن نرى الفيدباك من الطلاب هل هذي اللي شافوه في الفيديوه أو حق اختبارات بكرة هل ردت حققت شيء هل يا منهم شيء بالاختبارات يعني ياهم شيء سهل عليهم الاختبار هذا النجاح اللي إحنا قاعد ندوره وانتم تتبهون بالفيديوهات بأن إذا عندك ملاحظة عندك سؤال تقدر تكتبه ما رأيك في هذه تجربة هذا في الكومنتات أيضا نعم الكومنت في ساعات مثل معلم يتكلم بطريقة يقول سريع نحاول فيه ما تفسير المعادلة هذه نرد عليه يعني فيهم شرح فيديو وفيه المتابعة المعلم نفسه اللي شرح الدرس هو اللي يرد عليهم يتابع فهذه كلها أمور يعني ما قطعنا التواصل والله بثينا على اليوتيوب وسكتنا مهالحة هناك تابعة في متابعة أمانة يومية من غبل الأخوان طبعا نحن فريق عمل جدا كبير يعني تقريبا 36 معلم ومعلمة وكلهم عفوا من من مدرستكم اللي هي اللي نحن دول أيضا نحن طالع عمر مثل ما قلت بعد النجاح اللي حققنا العام الماضي يعني بالطريقة البدائية نعم المستوى البسيط السنة هذه السنة هذه لا فكرنا بشيء أكبر أن نحن يعني عدينا في البداية ستديو نعم ستديو داخل المدرسة بإشراف وإعداد وصناعة ساب محمد فتحي اللي هو معلم التربية الفنية ما شاء الله طلعنا ستديو جدا راقي وخفيف شغلكم عندكم مكبتها طالع أمرك والموسيقى التصويرية واحد برش بس الموسيقى شوية صارت المشكلة فيها فأيضا ينا على عملية التصوير نعم طبعا كأي عمل أنت تعمله لا بد أنك تواجهك صعوبات نعم خصوصا أن لم يكن هناك صعوبات في دعم معين لك أنت كإدارة مدرسة لكن بمثل ما قلت لك هنا أنا يعني أنه يا شباب نبي نجح المشروع وللأمانة يعني خذنا على تقنا أمور كثيرة منها طبعا أهم المشاكل صادفتنا هي المشاكل المالية نعم لكن بما أن ما تجاوزتها المشاكل المالية شون تجاوزتها أو يعني تجاوزناها بأن يعني أحنا حاولنا يعني أول شيء يبنى كاميرا متطورة جدا كما هي اللي قاعد تشوفونا الآن في التلفزيون الإضاءات هذه كلها إحنا كإدارة مدرسة يعني تعاوننا مع بعض وشلناها على براتهم هل ممكن أنها تكلفة مادية شخصية يعني من جوبنا الخاصة عسس لا نره بما أن لم نرى أي شخص سواء من الخارج أو من الوزراء اللي الأمانة يدعمنا في هذا الموضوع وإحنا أمامنا هدف بنحقق لأولادنا الطلاة وبناتنا قلنا لا نتحمل وعدنا أمام مسؤوليننا في المنطقة التعليمية اللي صراحة أنا أشكرهم جدا أستاذ أشكريا السعيدي مدير الشؤون التعليمية بالعنابة والأستاذ العومي وليد العومي أستاذ وليد العومي بعض لطيف اللي صراحة أمدنا بالدعم المعنوي وساندنا وساندنا نبي مهدي ليس معنوي لأن هذا مشروع كبير جدا مهدي نحن شلنات على الأمور لقد كفلنا فيه لا أدى الحين وزارة التربية أنا أتوقع بين هذا المشروع خلاص يصير مشروع الكويت وأن نشوفه في كل المدارس إذا أنت شايف نجاحها أستاذ وليد والله أشوف أريد المشروع هذا بوزارة التربية عندهم قناة تربوية إذا هم الله خير يعني يحاولون يزاودوننا باللي يقدرون عليه تاريا مثل ما ما زاودونا بشي ما زاودونا بشي على أكس توجيهات شوية خيسر بدال هل برنامج اليوتيوب أو قناة اليوتيوب لا نحن عندنا مثل ما تفضل أستاذ يوسف نحن فريغنا كامل متكامل عندنا مثلا الإشراف العام أستاذ ناصر النعمة عندنا الإخراج والإنتاج على أستاذ حسين باغر نحن مكتفين يعني مش محتاجين من أحد أي شي نحن قادرين نسوي كل شي رح تحمل وسؤلية كلمتك أننا مكتفين ومحتاجين والله هو بالواقع نحن قمنا يعني نجح نجحنا وسوينا والزيادة تزيد النجاح بالضبط بالضبط نحن نحتاج إلى استفادة من الخبرات يعني خبرات نحن كما قلت نحتاج إلى دعم لوجستي أنا على أساس أستمر في هذا المشروع كإدارة مدرسة إلا أن الله يعطونا على قراتهم الكتاب واتعلم الباجي نحن نحتاج إلى دعم لوجستي أيضا دعم متخصصين مثلا عندنا في التلفزيون هناك مخرجين دعم علومات ودعم ثني يمكنني يساعدوننا في أمور معينة نحتاج الأمور التعليمية الحمد لله كنا كسبنا للأمانة وهذا أنا أيضا أتقدم بالشكر لجميع من ساهم من أخوان المعلمين والمعلمات المتطوعين أعيدها وكررها على يعني إنجاح محمد التصوير التي تشوفها بـ 20 إلى 50 دقيقة ساعات ترى أخذنا ثلاثة وأربع ساعات بالتصوير أيضا هذا جهد يعتبر خصوصا مثلا يعني الشباب ممكن يقعدون أكثر لكن مثلا أستاذة هيام والمعلمات ماذا تقعدون هذا كله يعني للأمانة جزاهم الجنة الأستاذ وستاذ ناصر النعمة وفر لنا أننا كمعلمات يكون تصويرنا بدري ممتاز والحمد لله إدارة مدرستي يعني من غير شر المديرة فاطمة المسلم والمديرة المساعدة جاءت زمان ساعدوني ممتاز على تسهيل عملية التصوير يعني أنا كان بار تصويري من الساعة ثمان مفروض لا تسع بس امتد من ثمان بالليل ولا صبح لا صباحا كان مفروضا من ثمان لي تسع بس امتد من ثمان إلى تسع ونص عشر على ما خلصنا نعم والحمد لله تساهل وماذا شفت ردة الفعل يونيش طالبات والله أستاذة ترى هذا ما تكلمت عنه هذا وضحي هذا يعني الأمانة الأشياء التي قاعدتها مثل ما قال أخ يوسف بوسكندر أسألة كانت تنسل على اليوتيوب والرد يصير عليهم أنهاء مناهج فكانت فترتهم أنهم يدرسون حق الاختبارات فيصير التواصل معهم على اليوتيوب نعم كم علد متابعين إلى حد الآن سبع تالاف متابع حق الحلقة العاشر يعني هي بس مرحلة واندي العاشر سبع تالاف سبع تالاف سبع تالاف وكسور والأهم أستاذ أحب أضيف أننا اليوم نحقق مبدأ تكافأ فرص تكافأ فرص يعني اليوم هناك طلبة قائبون مدرس خصوصي مقتدر في طالب ما قاعد يقدر اليوم لا نحقق نجد دام الكل المبدأ هذا النقطة رغب ثلاثة نحن نعزز دور المدرسة والمعلم إذا طالب اعتمد على المدرس الخصوصي حتى أهمية المدرس والمعلم تغل عند الطالب نحن نحس بالعكس أن المدرسة هي الباب الأول ونحن الباب الثاني عمر الدرس الخصوصي لا يكون نتيجة لأننا نوفر لك أكثر من درس خصوصي قاعد نرد عليهم على كل استفساراتهم مثلا ما بيأتخلك بشغل فني لكن في درس واحد مثلا بالكيميا يتكلم عن غطاعات S, B, D, F في طالب سألني مثلا عن غطاع D فاضطريت أني أجاوبة شرحت للS والB والD والF عشان أوصل للنتيجة فاليوم أعتقد أن هم مو محتاجين حتى للمدرس خصوصي إذا استمروا في عملية تحصيل بطريق هذه مو محتاجين جهد كبير صراحة أنا شاكر لكم جدا بس إذا في كلمة خيرة منك ستادي طالع ملك أول شيء نشكركم على الاستضافة مرة ثانية سعر المباركة يعني صراح إن كان هناك من شكر فأنا أحب عندي رسائل شكر إلى مجموعة من الأخوان نحن صرحوا ياك بداية إلى برنامجكم الكريم على حسن الاستضافة وهذا ما هي استضافة بكثر ما ننشر نحن ساعدكم في الأعلام وسائل التوارد وسائل يعني أو الإعلام المختلفة بما دل إذا تسبح أذكر أساميهم يعني في أشخاص دعمونا في عملية نشر الغنات الأستاذ وليد الياقوت من غنات من نعم من درنامج الدوانية للأمانة أعطانا دعم كبير فيه الله ياقوت بمشاري أعطانا دعم كبير في عملية انتشار هذا دور الإعلام الكويت تلفزيون الكويت إذاعة البرنامج الثاني إذاعة البرنامج الثاني أيضا قناة الرأي كلهم ساهموا في نشر يعني الموضوع برنامج جاهز إلى هذا أيضا لا أنسى دعم الأخوان في المنطقة التعليمية الأستاذ وليد العومي والأستاذ شكريا السعيدي الشكر الموصول لهذه الجنود اللي هم صراحة بدلوا وشكر لك طبعا أيضا وسمح لي بس على الوقت كلمة خيرة منك والله أحب أشكركم على الاستضافة وأشكر فعلا الجنود اللي ساهموا معنا على قلة قبو بدر اللي أخوان طبعا من المشرف العام أستاذ ناصر النعمة لأستاذ حسين باغر للموجودين فيه كامل وطبعا الشكر الموصول الذي كان يشجعنا كان يوقف علينا بالتصوير وهو بنفس الأمانة وهو للأمانة كل اللي ساهموا يزاهم الله خير أنتوا يزاكم الله خير أستاذ هيام كلمة خيرة تسلمون على حسن الاستضافة وحبيت أشكر أخوي بوسكندر على حسن استضافته وترحيبه حقنا وسعت صدره على التحمل الذي أعطاننا يعني تعرف حريم أكثر من مرة مرة مرتين ثلاث كان تبارك الرحمن ذو صدره بحقنا زهب نفسك وكل الشكر لكم يعني يعطيكم العافية كلمات قليلة لا نستطيع وفيها بحقكم صراحة الجهد الكبير الذي تفعله وكيف تفعله على الدولة وعلى ولي الأمر صراحة دروس ممكن تكون صعبة أنا شدي أقدر أشكر الضيوف الكرام لأستاذ يوسف بوسكندر مدير ثانوية عبدالله الأحمد الصباح لأستاذ هيام أحمد ملك رئيسة قسم الفيزياء والكيميا بثانوية الإسراء والأستاذ وليد الشمري معلم كيمياء بثانوية عبدالله الأحمد الصباح وكل التوفيق لكل الطلب إن شاء الله موفقين في اختبار باتشر والاختبارات القادمة أشوفكم باشر بإذن الله مع السلامة شكرا